إلى قرون خلت يعود تاريخ أدب مدخم بالإبداع مجبول بنزعة إنسانية هو ذا الأدب الصحراوي الشعب الصحراوي رافقه الأدب رافقته القصيدة فكان الشعراء الصحراويين قبل الاستعمار وإبان الاستعمار يتغنون بجمال الأرض يتغنون بالبطولات في المعارك الذي خاضها الصحراويين بمقاومة مع الجيش الفرنسي والجيش الإسباني والجيش الأوروبي الأخرى بوافر من حب الوطن تشكل الأدب الصحراوي على يد شعب أرخ بتفاخر لثقافته المتأصلة في ربوع صحراء هادئة وتاريخ يعود إلى أولى رحلات الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا عندنا شريحة كبيرة من الكتاب الصحراويين في القطر الإسباني والفرنسي وفي أوروبا يكتبون عن القضية الصحراوية ومنهم محاضرين جامعين منهم دبلوماسيين ومنهم مقيمين على صفحات ترافع عن القضية الصحراوية انتفض الأدب الصحراوي في وجه الاحتلال القديم والحديث فاستقى بلاغته ودرره ليغدو حبر صفحاته مخضبا بالدماء أدب مقاوم خط بماء العين لا يتقن قاموسه لغة الفرار مداده أمل في رؤية فجر الحرية في الساقية الحمراء وواد الذهب وغيرها من أراضيه المختصبة يشكل الأدب الصحراوي سلاحا فعالا ضد هذا الغزو وضد هذا الغزو الذي يريد أن يطمس الحقيقة الصحراوية يريد أن يغالط العالم يريد أن يزور التاريخ والجغرافية الصحراوية ولهذا يعمل الكتاب والأدباء الصحراويين في كتاباتهم وشعرهم من أجل فضح ذلك الجرائم وتوفر المكتب الصحراوية على كم هائل من الكتب باللغة العربية وباليسبانية والأدب الشعبي وقد تم تدوين دواوي كبيرة لشعراء صحراويين معروفين في المنطقة بشعلهم وبقدرتهم على الكتابات الشعرية تستفيق القصص النائمة في الصحراء الغربية المحتلة في سمارا وإكديميزيك وغيرها آملة في احتضان الحرية متحدية تلك الأصوات التي تريد اعتقال الحياة